لو عندك حتة مقاشة بقى عصيت مقاشة مكسورة كده تعالية نعمل بقى فكرة حلوة ورهيبة ولو ما عندكيش حتة عصية مقاشة مكسورة كده هاتي اي عصية موجودة عندك وتعالية نعمل الفكرة دي بس عصية المقاشة بتبقى احسن او في الفكرة دي يا جماعة نصللي على النبي بس الاول في التعليقات وكمان تعمل لي لايك للفيديو وتكتبي لي كومنت حلوة كده وتصلي فيها على النبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد هتجيبي حتة قمشة قديمة كده عندك اي قمشة قديمة عندك بانطلون تشيرتة اي حاجة قديمة يعني مش شرط ايه حتة قمشة زي دي. اتقص قصيها بقى بالطول بس كل الطول بتاع القمشة اللي هتقص قصيها يعني كل القطعة تبقى مقاس القطعة التانية يعني ما نجيبش واحدة طويلة واحدة قصائرة حاول يتخليهم كلهم سوا بعد. هنحطوهم في الاخر على بعد كده هنسويهم وهورك هنعمل فكرة امر. عملت اشتراك للقناة اللي لسه. طب لو ما عملتش اشتراك للقناة اعمل اشتراك للقناة وخش خدي جولة كده وشوفي هتلاقي حاجات كتير جوه هتعجبك. بجد يعني بقدم حاجات كتير مفيدة. والوقت كمان بتاع الفيديو مش طويل زي ما بنشوف الفيديوهات اللي هي ايه مدتها بسم الله. ما شاء الله مع الدية الرابع ساعة. بصي بقى هنا بعد ما اصقصت القمش كله زي ما انت شايفك كده. هحط كل اربع كطع مع بعض او كل خمس كطع مع بعض على حسب يعني كل خمس قمشات مع بعض وهجيب بقى طرف العصاية كده هستخدمها بالمنظر اللي انت شايفه ده. احط اربعة احط خمسة على حسب بقى القصائص اللي انا اسقصتها كده. تمام? الفكرة دي حلوة يا جماعة والله دلوقتي بنشتراها غالية جدا مش عارفة بقى سعرها عالي كده ليه. هحط في كل الجوانب بتاعت العصاية. عشان كده بقول لك عصاية المقاشة تبقى احلى من اي عصاية تانية. وهقفل كل الجوانب زي ما انت شايفة كده سببتهم حلو بس وفي الاخر هنسببتهم بحتة قمشة تاني سوغننة. بجد الفكرة دي حلو او اصحاب المحلات يا جماعة الفكرة دي هتنفعهم اوي كمان. بدلا ما كل شوية بيشتروا بقى ريشة انت عارفين السعر الريشة بقى كام? دلوقتي السعر الريشة بقى غالي جدا معادي السبعين والثمانين جنيه مش فاهمة ليه. هتعملي بقى العصاية دي بالمنظر ده هتجيبي حتة قمشة بس من نفس النوع كده. بصي هي سهلة جدا يعني ما فاش اي حاجة. وهتحطيها. عايز اقول لك هتقفليها بمنتهى السهولة بقى هتجيبي حتة قمشة تانية من نفس الشكل كده. وهتلف فيها على الحتة دي. ولو عندك دباسة تعالي بقى هقول لك الدباسة هتريحنا قوي قوي في الفكرة دي يا جماعة. بصي لو ما عندك ايش دباسة هتقفليها بالمنظر ده وفي الاخر خلص هتربطي على حتة دبارة حتة شري اي حاجة موجودة عندك. قاستك بتاعتوكة مفيش مشاكل. طيب انا باقي عشان عندي دباسة فهتسهل علي الدنيا شوية تعالي هقول لك هعمل بالدباسة ايه? هجيبي الدباسة كده. تستني بس هتزبط لك القمش شوية. بصي. وفي كل القطعة هحط دبوس. بصي هي عايزة دبابيسة اصلا انا احطت لها. في كل القطعة هحط ايه? هحط دبوس. هسبت النحية التانية. في كل مكان بقى هسبت في حبة من القمش هحط دبوس. في كل مكان هسبت في حبة من القمش هحط دبوس. دي هتضمني ان القمش بتاع هيفضل تستحالة واحدة هتقع على واحدة تقطع ولا اي حاجة يجرى لها اي حاجة. هحطهم كلهم كده بالنفس الشكل اللي انت شايفه. اظن الفكرة سهلة جدا وتقدر تقومي تنفذها في سواني دلوقتي تنفعك بقى في تنفيد شبابيك في تنفيد آآ سراير في تنفيد اي حاجة ستاير ايدك مش طيلها لحد فوق حطان بجد الفكرة رهيبة جدا. وكمال لو في حد عنده محل ملابس عنده محل كوتشيك جزم اي حاجة الفكرة دي حلوة برضو ليه بدل ما كل شوية بيشتري بقى ايه آآ ريشة وريشة طبعا كلنا عارفين ان هي بقت غالية دلوقتي فدي بديلة لها. هقفل بقى حتة القماشة دي من فوق كمان علشان خاطر ادري منظر العصاية وما بقاش منظرها ويحش كده. هدريها بحتة قماشة وهتبقى شكلها حلوة قوي. ياريت لو عجبتك الفكرة ما تنسينيش باللايك يا امر وكمان تعملي تعليق وتصلي فيها على النبرة. اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد. هقفلها كلها واركي شكلها عاملة ازاي? الفكرة حلوة قوي نفزيها هتعجبك بجد. هقفل بقى من هنا. تقدري برضو لو ما عندكش دبسها عشان تقفليها. تحطي اي لزء عندك يعني جلو مثلا امير اي حاجة موجودة عندك. وهنا قفلتها وبصي ده منظرها النهائي بجد الشكل اللي تحفى والنتيجة هيلة جدا. اشتركوا في القناة